أهلا بكم تأمل قداسة البابا فرنسيس في حديثه الأسبوعي إلى المؤمنين في عيد الميلاد المجيد الذي هو حدث حاسم في تاريخ البشرية ورسالته رسالة سلام وفرح وحياة جديدة كما دعان قداسته أن نتأمل بمغارة الميلاد حتى نرى الطريق العجيب التي أراد الله أن يأتي بها إلى العالم وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في عيد الميلاد المجيد قال المسيح يدرك أن عيد الميلاد المجيد هو حدث حاسم في تاريخ البشرية فمن المهم أن لا يقتصر هذا العيد على مجرد مشاعر أو استهلاك وهدايا وتهاني ولا إيمان فيه من الضروري التذكير بجوهر معنى العيد وما حدث فيه الكلمة صار بشرا فسكنا بيننا فرأينا مجده مجدا من لدن الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحق يدعون عيد الميلاد المجيد إلى أن تأمل في ابن الله الذي صار إنسانا من أجلنا وصار حقا واحدا مننا شبيها بنا في كل شيء مع ذا الخطيئة جاء إلينا ليلتقي بنا وليبشرنا وليخلصنا وليجعلنا قادرين على أن نشاركه في كل شيء هذا هو مصدر فرحنا الله لم ينظر إلينا من فوق ولم يمر من جانبنا دون أن يتوقف ولم يشعر بالإشمئزاز من بؤسنا ولم يلبس جسدا ظاهريا لكنه اتخذ طبيعتنا وحلتنا البشرية بصورة كاملة وقال كداسته نتأمل في صمت أمام مغارة الميلاد حتى نرى الطريقة العجيبة لتأراد الله أن يأتي بها إلى العالم سيولد فينا هذا التأمر الحنان مثل حنان يسوع ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم أجبرتنا الجائحة في هذه الأيام على التباعد بعضنا عن بعض وأما يسوع في المذود فإنه يدلنا على طريق الحنان حتى نكون قريبين بعضنا من بعض وحتى نكون بشرا نحب بعضنا بعضا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية saluto i fedeli di lingua araba chiedo a Dio di concedervi la sua grazia لتحية البابا باللغة الإيطالية وهي مجلسة جدا ومجلسة جدا وإنه يدلنا على طريق الحنان أجببوا على طريق الحنان باللغة العربية أسأل الله أن يمنحكم نعمته لتعيشوا رسالة الميلاد التي هي رسالة سلام وفرح وحياة جديدة أتمنى لكم جميعا عيد ميلاد مجيد